على التليفون مصطفى سعد ميسي لعب الاهلي المعار إلى سموحة يا كابتن مصطفى مسائل فل كابتن إبراهيم أخبرك إيه طب مني عليك الحمد لله بخير والله كل رمان يا رب دايما قل لي الراضي عن الموسم بتاعك ولا لا والله الحمد لله يعني الواحد طلع عارة نادي سموحة نادي كبير والحمد لله يمكن الدنيا ما كانتش كويسة في الأول لكن الحمد لله قدرنا نفنش ولو في مركز كويس يعني أحفن بالتير أول من اللي كنا فيه قبل كده طيب يمكن انت البداية بتاعتك كانت في الأهلي مع كل ربعدين خركت إعارة قل لي هل كان في تفاهم بينكم من الراجل هو اللي طلب ولا أنت اللي طلبت والله هو أنا اللي أثر علي في النادي الأهلي إن أنا كنت الفترة بداية الممسك كوتش كولار كنت أنا في المنتخب وكان عندي معسكر لمدة شهر تقريبا وخلصت منه ورجعت مصاب خدت شهر تاني كان تقريبا الدور التدى فأما قعدت مع الكوتش والله هو قال لي أنت لسه جاي وأنا لسه أنا عندي ناس كتير وشغال بقالي كتير فأنت هتبقى رقم أربعة أو خمسة فأنا اشتغلت وقعت شهر واثنين وثلاثة بس يعني مخدتش الفرصة ولقيت الموضوع صعب وفي نفس الوقت أنا كنت محتاجة أحافظ على أن أنا أفضل رجي في الملعب وخصوصاً تعرف أن أنا صغير وعندي أولمبيايات وعندي كان عندي بقولة أفريقيا فكت بصص لدي يعني فطلبت منه أن أنا أطلع وهو الصراحة يعني ما وقفش الطريق يعني طيب دلوقتي خلاص العرة بتاعتك انتهت هلحد تكلمك من الأهلي ولا لا؟ لسه والله لسه ما فيش أي حاجة أنت عارف لسه مخلقين من عرضة ولسه يعني ومنك النادي الأهل لسه عنده مطشاط نتاجة فلسه يعني هترجع على الأهلي ولا رجع على زد؟ لا والله أنا معرفش الكلام اللي بيتقال ده والله يعني لسه ما فيش أي حاجة خالص وما اللي ده حكت لها درش والله أبداً ناشي حكت مبسوط كتب من النهاردة والحمد لله يعني كرام ربنا كبير يعني إنما لسه والله ما فيش أي حاجة خالص ما فيش لسه أي حاجة طيب قول لي انت إيه اللي في بالك يعني دايماً كل واحد بيعود إيه يرسم على الأل أو يخطط كده للي جاهله يعني انت عايز إيه؟ والله أنا أتمنى أن نرجع بيتي طبعاً من هذه الأهلي ده أو الهوياتي دايماً اللي عايزه ربنا هيكون طيب ما فيش كلام من سموحه على تمديد الأعارة ما تكلموش معك والله أنا أنا يعني أنا عندي وكيلي والمسؤول عني كابتين أحمد يحيى هو يعني أي حاجة بتبقى برا الملعب بتبقى من خلاله يعني متحبش أحطي نفسي في الحتة دي خالص يعني وايس جدع برافو عليك جدع ماشي الكلام فأنت مستنية ترجع على الأهلي وبعدين تشوف الانطلاقة اللي جاهة تبقى ماشي إزاي بس رغبتك الأولى إنك ترجع على النادي الأهلي طبعاً أكيد طبعاً حسن عندك حاجات كتير عايز تقدمها للأهلي خاصة بعد المسم بتاع الأهلي القوي جداً والاستثنائي ده أكيد طبعاً يعني ما فيش حد في الدنيا شايل اسم النادي الأهلي ولو اليوم أو اليوم حتى ما نفسهش يقدم أحسن حاجة عنده للجمهور وللنادي والنفسه أكيد طبعاً قبل ده كله ربنا أيكم إن شاء الله شفت ماتش القمة فيه في البيت والله ماتش الأهلي والزمالك اللي فات في البيت توقعت النتيجة دي آه صراحة الأهلي ماشي طول السنة بخطة ستة والأمور كلها كويسة ويعني الدنيا مستقرة أكتر في الناج الأهلي فمتوقع يعني النتيجة زي دي ربنا يكرمك ووفاك بس قبل ما أقفل معاك خلينا سألك على المشوار مع المنتخب الأولمبي اللي عملتوه بشكل محترم جداً 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 ومبشرةً إيه الأسباب لأنه خليه أقولك إنه الجيل بتاعك ده الحقيقة الكلام كله كان سلبي عليه ظلمنا كتير ظلمنا وتقال إن إحنا جيل مش هيعمل حاجة وجيل يعني ما فوهش لعيبة وتقال كلام كتير أو إحنا كنا قبل البطولة قاعدين إحنا بقالنا مدة إحنا بقالنا خمس ست سنين مع بعض من بطولنا إحنا عادنا مع بعض وتعاهدنا والله إن إحنا يعني هنقدم نفسنا وخصوصاً إن إحنا يعني عكس الكلام اللي قد قاله إحنا لو بصيت على المنتخب هتلاقي كلنا لعيبة بتلعب دور ممتاز من بدري من ثانة واثنين وتلاتة وهتلاقينا بنلعب في عنديتنا وفي نفس الوقت يعني الصراح كان معنا جهاز فني يعني كل واحد مش عارف يقولي كان حاجة محترمة جداً وكانوا بيساعدونا دايماً إن إحنا بنقدم حسن حاجة زي ما انتم شفتوا يعني حاجة محترمة جداً 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 الحقيقة طيب الوصول إلى الأولمبياد من وجهة نظرك شايفه إزاي وعلشان يبقى ليك مكان في الفريق نوي تعمل إيه والله هو إحنا كنا يعني ده كان حلم كل واحد فينا بيننا وبين بعض كلعيبة وكنا من أول يوم اتفقين إن إحنا جايين لهدفين مش لهدف واحد أول هدف إن إحنا نسعد من خلال المبرارة القبل النهية إن إحنا نسعد من بيات وده الحمد لله حققناه وكلنا جايين طبعاً للهدف الدين اللي هو الفوز بالبطولة بس يعني الحمد لله ديكشفت كل حاجة وقت الأمور كلها ضدنا والأمور صعبة بس الحمد لله يعني ربنا كده تاني حاجة بالنسبة لنا والله الموضوع يعني أنا دايماً مفكر أن أبقى في الملعب وهارجع أقول لك برضو اللي ربنا عايزه هيكون أكيد صحيح صحيح ونعبا بالله ربنا كريمك كابتن مصطفى وتكسر الدنيا إن شاء الله بإذن الله المسم إن شاء الله بإذن الله شكورك شكراً جزيلاً كابتن مصطفى سعد لعب الأهلي المعارق إلى سموح